بيقول انت هتشوفه صلاح شكله غير صلاح بيقدي بشكل مختلف مع منتخب مصري ايه اللي ممكن يضيفه الكابتن حسام حسن لمحمد صلاح بكرة عشان محمد صلاح حاز النجم العظيم يظهر كمان بشكل افضل شهادو سترايكر تحت مصطفى محمد شهادو سترايكر تحت مصطفى محمد ملعبوش جناحة ايه جديد محمد صلاح معروف انه جناح يمين ايه اللي هتقدر تضيفه هتلعبو نص ملعب يعني تمانية مش هيلعب تمانية يا اما هيسيبو حر في الملعب كله يا اما هيلعب المصطفى محمد يجري من يمين ومن شمال ومن تحت ان هو هيقربو مجلسة لجوه انه انت بقى شايف كمدرب محمد صلاح يلعب شهادو سترايكر ولا يلعب جناحة لا وجناح بيبقى انتاجه اعلى بصراحة مع ان هي برضو فيها فكرة كويسة ان هو ممكن يعني مفيش اتنين هيختلفوا ان محمد صلاح يتلعب على ايمان بكرة يعني فانت برضو مع الدهال ما هيخش جوه الملعب فدي هتعمل له مشكلة كبيرة مين اللي هيلتزم حتى لو واحد هيلتزم من نص الملعب بمحمد صلاح تأكد ان فيه خلل في نص الملعب بتاعهم لان الراجل ده بيجري معاه في كل حتة فصلاح ممكن ياخده نحتي مين شوية ممكن ياخده نحتي شمال شوية فيفضل حتة اللي في القلب دي لزيزو لو كان موجود او امام عشور لزيزو ممكن كمان يميل ناحية الجناح بالزبط كده فدي وردة يعني فنوط الكوة عظيمة جدا هو برضو كريم ما قاليش هي التنفيذ بس هي المشكلة في ايه في التحركات انت امتى هروح وامتى مروحش الكلام انا بكلمك بقى على مثلا زيزو وامام عشور امتى لما محمد يفضل المكان ده لما صلاح يفضل المكان ده امتى انا هزيد فيه التوقيت والمساح هي دي اهم حاجة في طريقة اللي لو محمد صلاح لاب تحت مصطفى محمد طيب ترجمة نانسي قنقر